اشتركوا في القناة من اجل حرية تعبير في المغرب للنساء والرجال طبعا وايضا تنظمات اخرى متعددة اللي قررت خصص هاد السنة يعني احياء هاد اليوم للتضامن مع النساء فلسطين مع النساء الفلسطينيات بحكم يعني الملحمة اللي قاموا بها خلال شهر ونصف من التقتيل ومن الابادة الجماعية اللي تعرضت لها الشهر الفلسطين وخصصتها في غزة وايضا في الضفة الغربية ومن انطقة اخرى بغن نخصوها اليوم لنحيي الاسيرات الفلسطينيات على الصمود ديالهم ونضموا معهم على كل ما يتعرضوا له داخل السجون السجون ديال الكيان الاحتلال وايضا هذي فرصة لتحيي المقاومة على الانجاز ديالها وعلى القدرة ديالها انها تفرض الحوار وتفرض التفاوض مع العدو الصهيوني ونطالب ان يكون هذا الوقف للتقتيل والابادة وحرب الابادة ان يكون توقيفا نهائيا وان يحسب الصهاينة على جرائمهم التي قموا بها وان يتم كذلك اسقاط التطبيع في هذه البلدان التي لازلت مطبعة ومن ضمنها النظام المغربي الذي يصر على ابقاء اياده في يدي الصهاينة المجرمين كان وجود تحييي الاسيرات المحرارات لتم تحريرهم بفضل المقاومة الفلسطينية وكان طالبه بتحرير جميع الاسيرات والاسراء في السجول الاسرائيلية لكيعاني وكل اشكال الحيف والتسلط من خلال الشهادات اللي سمعناها دي الاسيرات المحرارات كان اعتبره كذلك على ان هذا اليوم هو مناسبة كذلك للتنديد بالدعم لهم الشروط اللي كتحدى وكيحدى به كيان الصهيوني من طرف الامبوريالية الغربية خاصة الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي والالمانيا وفرنسا وغيرها من الدول اللي كتدعم بشكل وبريطانيا اللي كيدعموا بشكل لا مشروط يعني كيان الصهيوني وكيعتبروا على انه كيدا فعله نفسه في الوقت اللي هو يعني كيان محتل لعرض ماشي ديانته بالإضافة لأنه كيانتعلك اكبر ترسانة استخباراتية واكبر ترسانة يعني حربية في المنطقة كلها ومع ذلك كي اعتبروا على انه كيدافع على نفسه امام الشعب اللي هو اعزل كان ندو بالحصار على غزة اللي اكتر من 17 سنة وهذا هو معرض للحصار